الرئيس السيسي تلقى اتصالين هاتفين من رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس الوزراء اليوناني بحث خلالهما القضايا محل الاهتمام المشترك الرئيس السيسي يشدد لوفد الكونغرس الامريكي على رفض مصر لمحاولات تهجير الفلسطينيين ويطالب بالعمل على تجنب التساع نطاق الصراع بالمنطقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي يشدد على ان الحكومة تتنحاز الى المواطن المصري البسيط في جميع اجراءاتها السندسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الريمتس نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسي كيدي الذي اعرب خلال الاتصال عن اعتزاز بلاده العميقة بعلاقاتها التاريقية الوثيقة مع مصر كما توجه رئيس الكونغو الديمقراطية بالشكر على دعم اللوجستي الذي قدمته مصر لاجراء العملية الانتخابية في الكونغو مؤكدا ان هذا الدعم يعكس الدور المصري المستمر في مساندة اشقائها الافارقة من جانبه توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للرئيس الكونغولي على اعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة معربا عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة بما يحقق مصالح الشعبين والقارة الافريقية اشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطابع الاسراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان مؤكدا حرص مصر على الاستمرار في دفع العلاقات الى افاق ارحب سواء على المستوى الثنائي او من خلال الية التعاون الثلاثي مع كبرص جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكس واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان رئيس الوزراء اليوناني اكدى تطلع بلاده لمواصلة تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين خلال الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي وذلك في اطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الصديقين مع الحرص على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف ازاء التطورات المتلاحقة بمنطقتين شرق المتوسط وشرق الاوسط كما تناول الاتصال الاوضاع في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي البهودة المصرية لوقف اطلاق النار ونفاذ المساعدات الانسانية مشددا على اهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وانقاذه من المأساة الانسانية التي يتعرض لها في هذا الاطار اكد الرئيس الوزراء اليوناني تقدير بلاده لدور المصرية في الدفع نحو التهدئة حيث اتفق الجانبان على استمرار التشاور وتنسيق العمل على ترسيخ الامن والاستقرار في الاقليم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ان السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار المستدمين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الامن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الازمات والحروب وقد جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونغرس الامريكي برئاسة السيناتر جوني ايرنست استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونغرس الامريكي برئاسة السيدة السيناتر جوني ايرنست وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة والكونغرس بصفة خاصة على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين إدراكاً لما كانت ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين السيد الرئيس والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي لسيما في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس السياق العام للأوضاع الحالية مشدداً على ضرورة العمل بجدية على تسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات المعتمدة ومؤكداً أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهل القطاع اتساقاً وتنفيذاً للقرارات الأممية ذات الصلة كما شدد السيد الرئيس على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهد والدور المقدر الذي تقوم به مصر على المسارين السياسي والإنساني مستفسرين عن رؤية السيد الرئيس المستقبلية في هذا الصدد حيث شدد سيادته على أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة هو التسوية القائمة على العدل بما يحقق الأمن الحقيقي لجميع شعوب المنطقة وينزع فتيل الأزمات والحروب على هذا الصعيد كما أكد السيد الرئيس أهمية العمل المكثف والمسؤول لتجنب عوامل التساع نطاق الصراع في المنطقة لما لذلك من تبعات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين أكد وزير الخارجية سمح شكري تطلع مصر لاستمرار الجهود مع الولايات المتحدة لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين جاء ذلك خلال استقباله وفدا من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أكد شكري خلال اللقاء على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين معربا عن تطلعه للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يسهم في نفاذ المساعدات بصورة عادلة ومستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية للقطاع مشددا على رفض مصر التام لكافة صور التهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية أكدت وزارة الخارجية على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها وعلى معارضتها لأي إجراءات من شأنها الإفتئات على السياسة الصومالية على السيادة الصومالية مشددة على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده وفي بيان لها أوضحت وزارة الخارجية أن المصر تقدر خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادر عن دول في المنطقة وخارجها التي تقود من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي وتزيد من حدة التوترات بين دولها في الوقت الذي تشهد فيه القارة الأفريقية زيادة في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعيتها بدلا من تأجيجها على نحو غير مسؤول قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تنحاز إلى المواطن المصري البسيط في جميع إجراءاتها مشيرا إلى أن الدولة تتحمل فاتورة تدعم الخبز والسولار والبترول بـ 216 مليار جنيه في العام المالي الحالي وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أوضح مدبولي أن هذه المبالغ تشمل دعم الخبز بـ 91 مليار جنيه ودعم السولار بـ 90 مليار جنيه سأبدأ بـ رغيف الخبز نحن كمصر كل يوم الصبح منذ الفجر لغاية قبل أن ننزل شغلنا كل مواطن مصري آلاف المخازن تعمل لكي تخبز أنا أتكلم هنا على الخبز المدعم 275 مليون رغيف يوميا بيتخبزوا من الفجر أو ما قبل الفجر لغاية قبل أن ننزل الصبح بادري الـ 275 مليون رغيف يوميا لما نضربهم في 365 يوم هم 100 مليار رغيف في السنة لغاية 21 كان تكلفة أو الدعم اللي الدولة مخصصة لهذا الموضوع في حدود الخمسين مليار أو أقل من خمسين مليار النهاردة النهاردة إن إحنا ما خدناش قراءة ما زودناش كنا لصعر العيش النهاردة تكلفة فطورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة الشيء الثاني إحنا كنا في 21 نهينا دعم المواد البترولية ولم يعد هناك عندنا دعم للصولار طيب إيه الموقف النهاردة النهاردة عشان بردو نبقى عارفين الأرقام كلنا ونبقى شايفينها قدامنا كمواطنين وعارفين مصر بتستهلك سنوياً 18 مليار لتر سولار حالياً كل لتر سولار المواطن المصري بياخدوا وبيستهلكوا الدولة بتدعموا النهاردة بخمسة جنيه يبقى دي 90 مليار جنيه الدولة النهاردة بتدعمها يبقى الخبز 91 السولار 90 أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة اضطرت إلى زيادة أسعار متر الأنفاق والسكك الحديدية لضمان الحفاظ على الخدمة وتغطية تكلفة التشغيل والصيامة وأضاف أن تكلفة التشغيل تأتي من التذاكر التي يدفعها المواطن تساهم في ضمان استمرار هذه الخدمة بنفس الجودة إلى مدى زمنياً بعيد فالنهاردة لما بنتطر أن نزود أسعار سواء المتر الأنفاق أو السكة الحديد فقط عشان أضمن أن أحافظ على المرفق وأغطي تكلفة التشغيل والصيانة طب هل الزيادات اللي احنا عملناها مؤخراً تغطي تكلفة التشغيل والصيانة؟ لا لأن احنا بقى تقريباً ثلاث سنوات لم نقم بزيادات لأن دا كان قرار آخر النهاردة خدناه عشان برضو نخفف من الأعباء على المواطن المصري فبالتالي وأعتقد كل الاقتصاديين عارفين هذا الموضوع عشان تضمن كفاءة واستمرار أداء خدمة معينة لازم على الأقل تغطي تكلفة التشغيل والصيانة أنا بتكلم هنا على تكلفة التشغيل والصيانة أوضع رئيس مدلس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعم الدولة للقهرباء خلال عام واحد وصل إلى تسعين مليار جنيها وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن وزارة القهرباء تحاسب كل مواطن على مقدار ما يستهلكه بالوحدة مع زيادة التكلفة على الدولة موضحاً أن تكلفة كيلوات ساعة أصبحت 177 قرشاً وقبل ذلك كان أقل بكثير آخر أرقام الكهرباء كخسائر أو نقدر نقول كدعم اللي كان النهاردة مقرر واللي أعلنه السيد الوزير أن دعم الكهرباء وصل لتسعين مليار جنيه هذا العام فقط تسعين مليار جنيه لما أجمع الخمس بنود اللي أنا قلتهم لحضراتكم نحن نتكلم على دعم 342 مليار جنيه مقابل من سنتين كان أقل من 100 مليار أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى لوصول الدعم إلى مستحقي مشيراً إلى دعم البطاقات التموينية 36 مليار جنيه وأوضح أن سعر أمبوبة البطاقات أصبحت 200 جنيه على الدولة وكل ما تم زيادته على المواطن هو عشرة جنيهات فقط لتكون للمواطن بـ 75 جنيه مما يعني زيادة دعم البطاقات هذا العام التموين فطورة التموين موجودة والدعم التموين 36 مليار جنيه البطاقات أمبوبة البطاقات برضو عشان لحضراتكم الأرقام مصر بتستهلك سنوياً 280 مليون أمبوبة بوتاجاز 280 مليون أمبوبة بوتاجاز التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه إحنا بنبعها بـ 75 لما نشوف الفرق 125 جنيه دول 35 مليار جنيه أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق مشيراً إلى أليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإدراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار وذلك في ظل اقتصاد السوق الحر ومبدأ العرض والطلب مشيراً إلى أن تنظيم الأسواق هو مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع ويشعروا أن هناك انضباطاً في الأسواق هذا وتم إحاطة مجلس الوزراء ببدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتباراً من أول يناير الجاري وذلك في ضوء ما تليه الدولة من اهتمام بالغ لتطوير النظام الصحي من أجل تحقيق الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمة الصحية ضمن خطة الدولة للتطبيق التدريدي للنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات والذي تم بالفعل في محافظات بورسعيد والأكسر والإسماعيلية وفي بداية اجتماع مجلس الوزراء وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أخلص التهاني القلبية لجميع الأقباط وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل لهذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتهنئات للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة التي عقدها المجلس حيث عبر رئيس مجلس النواب عن أمنياته للوطن بدوام الاستقرار والازدهار يطيب لي في مستهل هذه الجلسة يطيب لي في هذه الجلسة أن أتقدم بخالص التهاني القلبية للإخوة الأعزاء شركاء هذا الوطن أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام متمنيا لهم جميعا عاما موفقا وعيدا سعيدا مباركا ننعم فيه جميعا بالسلام والخير والرخاء ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار كما قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة إلى قداسة البابا تودرس ثاني بابا الإسكندرية وبترياركا الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية خلال هذا اللقاء أكد رئيس مجلس النواب أن الكنيسة المصرية هي كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية معربا عن خالص تقديره لقداسة البابا تودرس كقامة مصرية وطنية تحظى بطقة واحترام الشعب المصري كما أنه مشهود له بمواقفه الوطنية مؤكدا أن المناسبات الدينية تعد فرصة لتأكيد أواصر الترابط والمحبة بين جميع أبناء الوطن الواحد وهي دليل على تماسكنا ووحدتنا الوطنية دعيا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة المحبة والسلام وأن يحفظ ازدهار وطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن جانبه أعرب البابا تودرس عن خالص امتنانه لرئيس مجلس نواب والوفد البرلماني المرافق بهذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء الوطن تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق بخالص التهاني إلى قدسة البابا تودرس بابا الإسكندرية بطريق الكرازة المرقصية والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام كان عبد الرازق توجه للكاتدرية المرقصية بالعباسية لتهمئة البابا تودرس بعيد الميلاد المديد دعين الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار استقبل البابا تودرس ثاني في المقر البابوي بالقاهرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية رحب البابا بضيوفه متمنيا لهم أن يكون العام الجديد مليئا بالخيرات والبركات وقدم شيخ الأزهر التهنئة بمناسبة بدء العام الجديد وعيد الميلاد المجيد متمنيا للبابا ولجميع المسيحيين المصريين أياما مباركة بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للبابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريق أكراز المرقوسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المديد متمنيا أن يحفظ الله مصر لتبقى منارة تهدي البشرية من خلال قيم الحق والتسامح والوسطية والاعتدال كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من رئيس الطائفة الإنجلية بمصر الدكتور القصة أندريزاتي والأنباء إبراهيم إسحاق سدرق بطريق طائفة الأقباط الكاتوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد معربا عن أطيب أمياته بدوام رفعة واستقرار مصر كما هنأ جميع رجال الشرطة المسيحيين بتلك المناسبة ترجمة نانسي قنقر تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات وقصف المدفعي المكثف على أنحاء متفرقة من قطاع غزة لليوم التاسع والثمانين على التوالي استشهد وأصيب العشرات أغلبهم من النساء والأطفال جراء الغارات التي استهدفت منازل لمواطنين في شرق مدينة رفح جنوبي القطاع وشرق المغزي وذلك بوسط القطاع كما دمرت طائرات الاحتلال عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات ونفذت أحزمة نارية شرق المخيم ومدينة خان يونس جنوبا هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 128 فلسطينيا وإصابة 261 آخرين خلال ساعات الاربع والعشرين الماضية كما أعلنت أيضا في حصيلة غير نهائية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 22 ألفا وثلاثمائة شهيد وقرابة 57 ألفا وثلاثمائة مصاب أكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة أن حجم المتفجرات التي ألقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلغ أكثر من 65 ألف طن استهدفت من خلالها منازل المدنيين وهو ما يقارب ثلاث قنابل نووية كالتي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية أوضحت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دولية في قصفه العنيف والجنوني على غزة ومن أبرزها التي يستخدمها جيش الاحتلال القنابل الخارقة للحصون وصواريخ من نوع هالفر أكد حزب الله اللبناني أن جريمة اغتيال القيادية في حماس حماس صالح العروري لن تمر أبدا من دون رد وعقاب مشيرا إلى أن اغتياله يعد اعتداء خطيرا على لبنان في هذه الأثناء أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالة تأهب الأمنية خشية من ردود الفعل على خلفية اغتيال العروري تطورات خطيرة وأوضاع متفاقمة على الحدود اللبنانية بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقيادية في حركة حماس صالح العروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت الذي اعتبره حزب الله اللبناني جريمة واعتداء خطيرا على لبنان مؤكدا أن جريمة اغتيال العروري لن تمر أبدا دون رد وعقاب وهي بمثابة تطور خطير في مصار الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي ومحور المقاومة العروري كان نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد مؤسس جناحها العسكري في الضفة الغربية المحتلة التي يتحضر منها واغتياله هو الأول الذي يطال قياديا في حماس خارج الأراضي الفلسطينية منذ بدء التصعيد الحالي في قطاع غزة وهو ما دفع حركة حماس للوعيد بأن الجريمة لن تمر دون رد وعيد تلقفته الفصائل الفلسطينية فأعلنت الحداد الوطني العام والإضراب الشامل والتحرك السوري في كل الساحات والجبهات بعد الغارة التي استهدفت مكتبا لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا من جانبه حذر من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على جريمة اغتيال العرور ورفاقه بينما اعتبرها رئيس الحكومة اللبنانية ناجي بن قاتي محاولة لطوريط بلاده في حرب غزة وانزلاقا لمصار الأحداث حالة التأهب الأمني داخل الأراضي المحتلة كانت هي الرد الذي أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي خشية عواقب ما أقدمت عليه باغتيال أحد قادة الصف الأول لحركة حماس بل ذهبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قرارات الحكومة الإسرائيلية انسحبت أيضا على التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان وتعزيز منظومة القبة الحديدية على طول حدودها منوهة إلى أن جميع الاحتمالات مفتوحة وأن الاستعداد قائم لكل السيناريوهات مخاوف من التصعيد حذرت منه فرنسا وطالبت إسرائيل بتجنب أي سلوك تصعيدي وبخاصة في لبنان وشددت على أنها ستواصل إيصال رسائلها إلى كل الجهات الفاعلة المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة الحدود بين إسرائيل ولبنان تشهد منذ اندلاع حرب غزة تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وقوة الاحتلال الإسرائيلية وسط مخوف وتهديدات من اتساع الوضع إلى حرب شاملة بسبب أخطاء دأب عليها قادة الاحتلال منذ بدء جولة التصعيد الحالي ترجمة نانسي قنقر اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا إسرائيل بالعمل على تجويع أهالي قطاع غزة ضمن خطتها للتصعيد غير المسبوقة على القطاع خلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني طالب أشتيا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الطعام إلى أهالي قطاع وعلى عدم التمادي في انتهتاتها بحق الشعب الفلسطيني في غزة مجاعة يمنع الطعام ويمنع الوصول له ويمنع إيصال الطعام الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع ومجرم بتهمة القتل جوعا ومجرم بمنع وصول الطعام على العالم إسقاط الطعام بالمضلات وعلى العالم الضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام ما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات الناس من الطعام على العالم أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية ويجبر إسرائيل على عدم التمادي بذلك هذا وقد حضرت المنظمات الإنسانية العاملة في المدالي الإنساني والتباعة للأمم المتحدة من أن جميع سكان غزة ما يعانون من الجوع حاليا في ذل استمرار القصف الإسرائيلي على دير البلح وخان يونس ورفح جنوبي القطاع والاشتباكات المباشرة على الأرض وفقا للأونروا ينام مئات الألاف في العراء دون ملابس أو مواد كافية للوقاية من البرد من جهتي حضرت منظمة الصحة العالمية من خطر وشيك لتفشي الأمراض المعدية حيث سجلت المنظمة منذ منتصف أكتوبر 179 ألف حالة إصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد وأكثر من 136 ألف حالة إسهال بين الأطفال دون سن الخامسة نفتت الولايات المتحدة الأمريكية بتصريحات الوزيرين الإسرائيليين وذلك بتسليئي لسوموريتش وإتمار بن غفير التي طالبا فيها بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى غلاف غزة بعد انتهاء الحرب الحالية وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من القطاع ووصف المتحدث باسم الخاردية الأمريكية ماثيو ميلر تلك التصريحات بأنها تحريضية وشدد ميلر على أن الولايات المتحدة تعتبر غزة أرضا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية أدانت فرنسا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير والتي دعت إلى تهدير سكان قطاع غزة وإعادة إقامة المستوطنات في غزة واحتلال أراضيها دعت الحكومة الفرنسية إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات التحريضية التي تعتبر غير مسؤولة وتؤجج التوترات مجددة القول بأن الانتقال القصري للسكان يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقيات جناف ونظام روما الأساسي وأكدت فرنسا أنه ليس للحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أراضيهم مضيفة أن مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في إقامة دولة فلسطينية موحدة تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير قد جدد الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأكد بن غفير أن رأيه يأتي بغض النظر عن رأي الولايات المتحدة التي أدانت صدورا مثل هذه المواقف وأكد بن غفير أن الولايات المتحدة هي أفضل أصدقائهم لكنهم سيقومون قبل كل شيء بما هو صالح إسرائيل بحسب تعبيره مضيفا أن هجرة مئات الألاف من غزة ستسمح للسكان في غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم والعيش بأمان على حد قوله حددت محكمة العدل الدولية الحادي عشر من يناير الجاري موعدا لأولى جلساتها للنظر في الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية توروتها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطع غزة كانت جنوب أفريقيا قد قدمت مؤخرا دعوة قضائية بحق إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيها بالبدء بإجراءات ضد الاحتلال لما وصفته بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطع غزة ترجمة نانسي قنقر يوصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تأتي من الدول المختلفة حيث استقبل المطار اليوم طائرة سعودية على متنها 24 طن من المساعدات الغدائية والطبية والإيوائية لإرسالها لقطع غزة هذا بالإضافة لاستمرار تدفق شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البرية واستقبال عدد من الجرح والمصابين ومزدوجي الجنسية للمزيد من المتابعة معنا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل من العريش محمود هل لك أن تنقلنا إلى المشهد لديك الأجواء لديك والمساعدات التي وصلت بالفعل إلى مطار العريش وذلك حتى اللحظة نعم بعد التحية رهام الجهود المصرية لم تتوقف لدعم الأشقاء الفلسطينيين بإرسال واستقبال كل المساعدات الإنسانية لهم اليوم مطار العريش كما تحدثت استقبل طائرة سعودية على مثلها 24 طن من المواد الجذائية والإغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة وهذه هي الطائرة السادسة والثلاثين للمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الطائرات التي وصلت سابقا حتى وصل عدد الطائرات حتى اليوم إلى 370 طائرة من 50 دولة أجنبية وعربية ومنظمات إقليمية ودولية بالإضافة إلى هذه المساعدات التي تأتي تباعا ويتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى معبر رفح على الجانب الآخر معبر رفح اليوم أيضا كانت هناك حركة في دخول الشحنات والمساعدات نتحدث عن دخول من البوابة المصرية 178 شاحنة دخلوا بالفعل إلى منفزاي كرم أبو سالم والعجا لكن ما وصل إلى الجانب الفلسطيني نتحدث عن 90 شاحنة وصلوا بالفعل محملين بعدد من المواد الجذائية والإغاثية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى أن المعبر أيضا استقبل 15 مصابا و15 مرافقا لهؤلاء المصابين بالإضافة إلى استقبال 200 من مزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية وكان هناك أيضا ممثلين من سفارات هؤلاء الوافدين ومزدوجي الجنسية لاستلام واستقبال الرعاية الخاصين بهم بالإضافة إلى وجود وسائل مواصلات خارج المعبر لتسهيل عملية نقل هؤلاء الوافدين إلى الأماكن المخصصة لهم بالإضافة بالطبع إلى وجود سيارات الإسعافة الموجودة خارج ودخل المعبر لنقل المصابين والجرحة ثم أيضا مدينة العريش تستعبد لاستقبال الشاحنات التي أتت في ميناء بورسعيد والقادمة من بريطانيا وقبرز والتي مقرر بها 90 طن بالإضافة إلى 550 شاحنة قادمة من المملكة العربية السعودية وصلت عبر سفينتين في ميناء بورسعيد وستتأتي بالتنصيق مع الهلال الأحمر المصري إلى مدينة العريش أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا محمود على هذه المتابعة السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها مقتل أكثر من مئة شخص في هجوم إرهابي في إيران أفدت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين إيرانيين مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة العشرات في انفجارين استهدفا مقبرة كرمان أثناء إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني ذكرت وكالة الأنباء الإيراني أن الحادث وقع نتيجة زرع عبوتين ناسفتين على الطريق المؤدية لمقبرة كرمان جنوب البلاد مما يرجح أنه هجوم إرهابي دون إعلان أي جهة مسؤوليتها بعد عن هذا الهجوم أعلنت قوات الحوثي أنها استهدفت سفينة حاويات كانت في طريقها إلى إسرائيل وأوضح قوات الحوثي أن استهدافها سفينة الحاويات جاء ردا على الاعتداءات الأمريكية على حد قولها أعربت جامعة الدول العربية عن رفضها وإدانتها لأي مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية أو تحاول الاستفادة منها شاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو تعرقل المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالية بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية في استقطاع جزء من أراضي الصومال قال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الجامعة العربية تتضمن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في الأول من يناير من عام 2024 بين إثيوبيا وأرض الصومال باطلة وملغاة كما أنها غير مقبولة أكد البرلمان العربي رفضه التام لأي محاولات لانتهات سيادة واستقلالي ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وطالب البرلمان إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصومال بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي مشددا على دعمه لجمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للبابا تودرس ثاني بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد متمنيا أن يحفظ الله مصر لتبقى منارة تهدي البشرية من خلال قيم الحق والتسامح والوسطية والاعتدال كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من رئيس طائفة الإنجلية بمصر الدكتور أندري زاكي والأنبى إبراهيم إسحاق سدراك بتريارك طائفة الأقباط الكاثوليك وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد معربا عن أطيب أمنياته بدوام رفعة واستقرار مصر كما هنأ جميع رجال الشرطة المسيحيين بهذه المناسبة كشفت وزارة التنمية المحلية أن إجمالي استثمارات المشروعات الجارية والمنتهية في محافظتي سهاج وقنة حتى نهاية عام 2023 بلغت حوالي 19.2 مليار دوني لتنفيذ حوالي 5130 مشروعا هذا وتم الانتهاء من تنفيذ 4409 مشاريع وجاري الانتهاء من تنفيذ 721 مشروعا وأوضح وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لا يعكس فقط ضدية الحكومة في تنمية وتطفير المناطق المتأخرة تنمويا وإنما أيضا يعكس حرصها على إرساء سياسات ونظم عمل داعمة لوحدات الإدارة المحلية تتسم بدررة من اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة دكتور خالد بعد التحية يعني القيادة السياسية تهتم اهتماما كبيرا بملف تنمية الصعيد يعني كيف ترى أولا ما تحقق حتى الآن في ملف تنمية الصعيد أهلا وسهلا بحضرتك سيدا إلهام وبأهلنا في محافظات مصر كلها ويخليني يعني أكمل على بدأتي حضرتك أنه بالفعل زي ما أكد مع الوزير لواشم أمنة أنه فعلا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان محل اتدى من البنك الدولي الشركة الاستراتيجية مع الدولة المصرية في إنجاز هذا البرنامج لأن البرنامج كمان يفندم أصل على جائزة أفضل برنامج تنمية وممول من البنك الدولي على المنصة الدولية في مطلية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام عشرين تلاتة وعشرين واعتبر من التمازج التي يمكن الاسترشاب بيها والبناء على مخرجتها في جميع المشروعات التنموية المخططة لها والممولة من البنك الدولي سواء في مصر أو في غيرها من الدول النامية على مستوى العالم وبقى ما ورد في الاستراتيجية القطرية ما بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في الفترة إن شاء الله من عشرين تلاتة وعشرين عشرين سبعة وعشرين أكتر من هذا وذات فندم أن البرنامج بالفعل على مستوى محافظة سيسوهاج وقنة واستكمالا في مينيا وأسيوت إن عدد المشروعات دي في عشرين تلاتة وعشرين عشرين أربعة وعشرين تم الانتهاء في الجزء ده من عدد كبير من المشروعات اللي بدورها أثمرت عن الانتهاء من وتشغيل سبع مشروعات صرف صحي متكامل لأن المشروعات بتتسم بالتكامل سواء كنا نتلم على مياشور بالصرف صحي طرق دعم تكتلات اقتصادية إقامة مناطق صنوعية تدعيم خدمات الصرف كانت بإجمال استثمارات ثلاثة ونصف ميار جنيه تفضل منها ما يرسيد عن ثلاثة ونصف مليون مواطن بالإضافة إلى أحياء استثمارات كانت متعصيرة وكانت بتكتفى تتعدى ثلاثة ميار جنيه نفذنا أربع محطات ميار شرب وأربعة وثلاثة ميار جنيه وتجديد لشبكات ميار الشرب طبعاً ده فضلاً عن مشروعات تنفيذ تتلغت حوالي سواء مية تمانية وتلاثة محطة خاصة برصف طرق اللي هي بإجمال أطول أسفلوك في تمنتاشر مركز وتسعة واربعين مشروع رصف جاري دكتور خالد تحدثت عن ما تم تنفيذه وانتهى بالفعل في عام 2023 ماذا عن الجديد وملف التنمية في الفترة القادمة هل هناك مشروعات إضافية في محافظات أسعيد مما لا شك فيه طبعاً هناك مشروعات إن شاء الله ستستكمل على مستوى كمان محافظتي مينيا وأسيود وخليني أكد لحضرتك أن المشروعات اللي هتكون برضو فيها تكامل هي مشروعات المناط الصناعية وحن نستفيد على ما تم الاستفادة منه في المناط الصناعية سواء كنا بنتكلم على مستوى طهطة أو بنتكلم على مستوى الشندويل أو بنتكلم على البنية التحتية الخاصة بالتكتلات الإكتباتية كذلك الأمر تحسين الخدمات المتعلقة بقوائزة الكوادر البشرية اللي تقوم بتشغيل مثل هذه المناطق اللي تم استخدامها خاصة بيتم التعويل على القطاع الخاص وطبعاً بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية وعدد الخدمات اللي استفادت منها حوالي 113 متدرب بالمحافظات الأربعة نهينا كمان عن الاستفادة إن مكون تحكين الخدمات أسفرنا عن نجاح 14 مركز على مستوى المحافظات إنها تقلل من المدة الزمنية لاستخراج رخص المحلات بنسبة تتراوح من 50% لـ 60% بالإضافة طبعاً لتأكد أربع مناطق صناعية زي كلاحيث بقفة والمنطقة الصناعية بالهو كذلك بغرب طهطة وكذلك غرب جرجة وده طبعاً يعني باستثارات تقدر بحوالي 6 و 1 من 10 قليل جنيه حيتم التعويل عليها إن شاء الله في إدارتها من خلال القطاع الخاص إن شاء الله أنا بشكر أكت شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات الوافية دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة نظم المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر حفلة تسليم 80 ترخيصاً جديداً لوسائل إعلامية وفقاً للقانون رقم 180 لعام 2018 واللوائح الصادرة تنفيذاً له أكد جبر خلال تسليم على عدم المساس بالحقوق الدستورية والتشريعية المكفولة لكل من المواطن والإعلامية بما يكفل حرية التعبير عن الرأي ومصالح الدولة يتي ذلك استمراراً لحالة التواصل البناء مع وسائل الإعلام وفقاً لتوجيهة الدولة المصرية بالاهتمام بها النهاردة المجلس احتفل بتسليم ترخيص المواقع الألكترونية والقنوات والجرايد 80 ترخيصه وده عدد كبير وعدد ضخم الاحتفالية احتفالية كانت كبيرة واتكلمت يعني الناس كلها تحدثوا عن مشاعرهم وعن أحسسهم ونتمنى في الأيام القادمة أننا نستكمل باقي المواقع اللي هي مقدمة أو القنوات أو الصحف اللي مقدمة على ترخيص لأن ده بيثبت أن الإعلام المصري هو الإعلام الأقوى في المنطقة العربية النهاردة المجلس الأعلى للإعلام سلم زمن كتير من ممثلي المواقع والصحف والقنوات ترخيص ليهم وده أمر مهم جدا في حالة الانضباط المطلوبة في المشهد الإعلامي والصحفي يمكن الدكتور كرام جابر تكلم عن أداء الإعلام في الفترة الأخيرة وإزاي كان يد قوية في كثير من الأحداث وكثير من الاشتباكات الاحتفالية كانت طاليك بالمجلس الأعلى للإعلام الحقيقة المجلس الأعلى للإعلام بكيادة الأساس كرام جابر طول الوقت بيسعوا لترخيص جميع المنصات التي تعمل في المجال الصحفي والإعلام الحقيقة اللي احنا بنشوفه النهاردة ده أعتقد أنه هو تكليل لمجهودات الدولة في إعادة الانضباط للمشهد الإعلامي يعني الفترة الأخيرة يعني الحقيقة من خلال منح ترخيص لمزاولة النشاط لكل ما هو يقدم محتوى إعلامي احنا كلنا صحف ومواقع إلكترونية وقنوات إعلامية بنتشرف في الاحتفال اللي بينظمه المجلس القومي لتنظيم الإعلام لأنه بيمنحنا الترخيص بتاعة مزاولة نشاطنا سواء كان ترخيص لتوفيق أوضعنا ونأمل أن نتحول معا في نشط السادسة لأهم أمباء المال والأعمال والتفاصيل مع الزميل محمد عبدالله إلا أنت محمد شكراً للهام وشكراً للهام إلى أخبار الاقتصاد محلياً وعربياً وعالمياً أهلاً بكم يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطوراً كبيراً في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ودعم جهود البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات المساعدة ويجرى حالياً إنشاء المرحلة الثانية لمدينة المعرفة والتي ستوفر فرصاً لشركات العالمية للتوجد بها في السياق بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة كيرو مصطفى جرانكا تعزز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داعياً الشركات الأمريكية الاستثماري في إقامة مركز لها بمصر لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة في تخصصات التكنولوجيات عالية القيمة من جانبها أجدت السفيرة الأمريكية بالجهود المبذولة والتطورات التي أشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري مؤكدة على اهتمامها بتعزيز التعاون مع مصر في المجالات ذات الصلاة حقق المواشر الرئيسي لبورصة المصرية عائدا بنسبة 90.53% بنهاية عام 2023 وهو الأعلى من بعدة السنوات مع ارتفاع عدد العملاء بأكثر من 30 ألف عميل خلال العام جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي لحصات البورصة المصرية خلال عام 2023 وخلال العام ذاته كانت مؤشرات البورصة المصرية في الصدارة مقارنة بالعديد من المؤشرات العالمية والإقليمية وسجل العائد الترقمي على مؤشر السوق الرئيسي خلال الخمس سنوات الماضية 91% على جميع مقاييس حجم التعامل وقيمة التعامل وعدد العملاء وعدد العمليات كلها حققت أرقام تاريخية وقمام تاريخية لم تحدث من قبل وده بيؤكد على الثقة الكبيرة لجموع المواطنين في البورصة المصرية كأدالي للإستثمار والإدخار خاصة فئة الشباب اللي بدأوا يتواجدوا في البورصة المصرية بصورة أفضل بكتير من السنوات السابقة تحقيق قمام تاريخية بيعكس ثقة المواطن في برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تقوم به الحكومة من تطوير وخطط تستهدف النمو الاقتصادي بطريقة أفضل في أسواق البترول العالمية ارتفت عصار النت بشكل طفيف كلال تعاملات وسط استمرار المخاوف بشأن الطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصعد التوتر في الشرق الأوسط هذا وارتفت العقود الأجلة لمزيج برنت بحوالي 1.33% لتبلغ 77.22$ للبرميل كذلك قفصت العقود الأجلة الخامل الأمريكي بنحو 1.27% لتبلغ 71.65$ للبرميل وصعدت أسعار المزودة عالميا بنسبة 1.49% لتبلغ 2.57$ للتر في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.83% لتبلغ 2.69$ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة شركة ألروسيا أكبر منتج للمس في العالم ورئيسها التنفيذي إلى قائمة العقوبات وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار جاء في إطار حاضر للمس الذي فرضه الاتحاد بالتنصيق مع مجموعة الدول السابعة القبرى التي أعلنت حاضرا مماثلا في ديسمبر الماضي ولم ترد الشركة الروسية على الطلب التعليق يواصل الأطباء في مستشفيات بريطانيا أطول إضراب متواصل لهم منذ سبعة عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بدأ الأطباء المبتدؤون الأقل من المستوى الاستشاري إضرابا مدته ستة أيام في تصعيد كبير لخلافهم القائم منذ مدة طويلة مع الحكومة البريطانية في شأن الأجور ويت التحرك في فترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالا بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة حيث تواجه ضغطا متزايدا جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام قبل عيد الميلاد نهاية أخبار اقتصاد من جديد أعود إلى إلهام ورهام شكرا محمد وبالأخبار الاقتصادية قد وصلنا إلى نهاية النشرة لا تبقى بها سوى التفتير بأبرز ما جاء بها من عنوين الرئيس السيسي يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيس الكونغو الديمقراطية ورئيس الوزراء اليوناني بحث خلالهما القضايا محل الاهتمام المشترك الرئيس السيسي يشدد لوفد الكونغرس الأمريكي على رفض مصر لمحاولات تهدير الفلسطينيين ويطالب بالعمل على تجنب التساعي النطاق الصراعي بالمنطقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يشدد على أن الحكومة تنحاز إلى المواطن المصري البسيط في جامع إجراءتها وصلنا إلى ختام نشرة السادس على شاشة التلفزيون المصري شكرا للمتابعة وادمتم في أمان الله إلى اللقاء شكرا للمشاهدة